اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة زي ما عودناكم كل يوم بيبقى معنا ديف ونعرف سر من أسرار المهنة بتاعكم طبعا قبل ما خش في حلقتي هصبح على أستاذ آية زملتي وصديقتي والله حمد الله على السلامة صباحا لخير يا أستاذ آية نورتي أسرار الحياة النهاردة صباحا نور على السادة المشاهدين وآهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة طبعا النهاردة الحلقة بتاعتنا مختلفة فالصة ان احنا هنتكلم على نوع جديد من الكفرات بصراحة انا مشوفتوش قبل كده بس اللي خلاني النهاردة يكون معنا الدفدة ان الكفر بتاعه مختلف والصراحة عجبني الخميات والماتيريال بتاعه كفر من نوع تاني وشكل تاني هيفدنا وهيوفر على ست البيت مجهود كبير جدا طبعا انا مش هادر اوفي كلام في الموضوع هسيب صاحب البيتج هو اللي يتكلم عليه استاذ احمد الغربالي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نورتنا في اصرار الحياة الله يسهل لك اهلا وسهلا بك استاذ احمد ازاي حضرتك استاذ احمد قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا عوزين نتعرف نفتلك استاذ مشاهدين اكتر وشهر لحضرتك انا اسمي احمد محمود اهلا وسهلا خرج اقتصاد وعلوم سياسية انا الفكرة دي يعني جات لي ان انا لقيت الموضوع دوت بازمة في كل بيت ومشكلة مشكلة كبيرة طبعا اه في غسل السجاد والحاجات دي ووالدتي تابت جامد في الموضوع دي فهي جات لي الفكرة بصراحة وقلت انا حاول انفزها كانها تبقى في بيتي حتى خاص بس دروق بس ده غير دراست حضرتك خالص ناهاي اهلا غير انه هو كمان غير دراسته هو غير القفرات اللي احنا شايفينها في كل بيت او انا او ما هو هو الفكرة ان انا حبيت ان انا اريح كل كل اللي في البيت عندي يعني ازاي بقى حبيت رايحه وعملت ايه بصيت لقيت انه فعليا الغسل السجاد دوت حاجة متعبة جدا زائد انه بيتبهدل وكتر الغسل حتى فيه بيبوز بيبوز السجادة ذات نفسها اكيد بيغير لونه بيتغير وبيبهد زائد انه تعب زائد مصاريف زائد انه حكيت كتير جدا وحسيت ان الكفرات كمان الحفظات اللي كانت بتتبع في الاسواق والحاجات دي برضو انا مغيرتش كتير هي كده كده برضو بتتغسل اه وبرضو متعبة اه فحبيت ان انا اخلي نفسي سجاد اللي يعني انا ببقى مختار سجاد في بيتي واغير شكله لا دي حاجة كانت مدايقين بيبقى شكل اه طبعا بيبقى شكلها وحيش احنا طبعا متعودين على السجاد الشانيليا البارز وكده وبيبقى جايبقى احلى سجاد جيد وفجأة روح من كتر الدهولة اللي فيها روح جايبقى السجادة او القفر وكل دي يضغط فعليا والشاج والسجاد الشاج والحاجات دي بتبهدل جدا بتتلم حاجات كتير جدا اه طيب فالفكرة جات لفدهمها طبع عرفنا في كفرات حضرتك اريد ان شوفها برضو اللي كفكرة جديدة جدا اه طبعا هو الكفر عبارة عن بلاستيك تقيل جدا من فوق يعني حضرتك ده عبارة عن بلاستيك تقيل جدا من فوق اللي هو نظام بيستحمل السفر ويستحمل الترابيزات الكراسي يعمل اطفال اي حاجة اه ولو اي حد مثلا من رب حيوانات أليفة الحاجات دي كلها هو نظام الكفر بيستحمل بقى كل ده ضد المية ووتر بروف كله زايد ان الخمل اللي تحت كمان انا عاملها نظام ووتر بروف وماش ووتر بروف مستورد وماش ووتر بروف ومن تحت قطيفة علشان ما يزحلقش السجاد من ايه من على السيراميك كمان جميل جدا اه انا مندخل يعني السجادة جوه الكفر اه اه السجادة كلها هو الكفر بيبقى عبارة عن سوستة مثلا من الجن طبعا اكيد مقاسات اه طبعا اه اه انا باخد الوردر مثلا من كل بيت طبعا اه بنفز يعني الوردر مثلا من كل استجاجين مقاسات مختلفة اه اه انا باخد مثلا من العميل المقاس بتاع السجادة اللي عنده مثلا في البيت حلو جدا اه طبعا اه و بعد كده انا بنفزه عندي في المصنع و بعد كده بوده له بقى يبقى انظام على بيبقى انا نفس معاس السجادة بزيارة بحيث ان السجادة كلها دخلة جوه الكفر اه بيكون مثلا زي زر السوسة ايوان احنا بناملها مثلوا سوسة سوسة من الجنبين اللي هو طول وعدة السوسة طبعا بتستحمل اه الكبيرة السوسة كبيرة اه لان احنا طبعا بنشوف سوسة ممكن تفوت تعمل لا ده السوسة الكبيرة اللي هي بتبقى ضخمة اللي هي كبيرة جدا عشان تستحمل السجد بيبقى تقيم و حلو جدا طبعا اه انا جمعت الخماس ديت اللي هي كلها معظمها مستوردة طبعاً برضو الفكرة جاسة إذا؟ أنت بتدرس حاجة غير اللي تشتاجها نفع أكيد حد عارض عليك الموضوعات إني إزاي دمق حضرتك تمصل اللي أنت تعمل تغليف كامل للسجادة ده شيء رائع يعني ده إحنا نقوم كده صليم مش هناخصل سجاجيد أصلاً هو فعلياً مريح جداً مريح جداً جداً طبعاً أوه فعلياً واللي بياخده مثلاً ده معظم الناس اللي بتاخد مني مثلاً اللي في السواحل والناس اللي عندها الحيوانات اللي تغليفة معانا صور حضرتك على السياسة يريد بس اتعقب عليه آه يعني مثلاً ده الصفرة بتشيل الصفرة عادي والحاجات دي بصي السجادة أصلاً باينة أيوانا مفيش حاجة معانا مفيش موجودة يعني مثلاً كل أي مثلاً حد مختار الأشكال اللي هو حبيبها موجودة زي ما هي وزائد إن أنا محافظ عليها زائد بقى إن في حاجة بقى دي فيها ميزة موظم الناس بيبقى نفسها هتجيب سجاد فواتح وأبيض والحاجات دي آه دفعاً ما بيعرفوش ماشي مثلاً مع الأمطريق أو دي كور البيت ما بيعرفوش يجيبه بسبب إن مثلاً إيه تتبهدل في ساعة عروح بيتبهدل في سانية آه السجادة تضغسل كتير جداً لا برضو الشكل بتاعه بيروح بيروح آه أنا بكسل كتير أكيد الشكل عيروح الشكل فعلاً بيروح الميزة كمان إني في الموضوع ده إني تنظفها في سواني سانية 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 ولا عايزة مكنسة ولا أي حاجة ده على طول كده وعلى طول بوتتلمة بتتمسح ده بتتمسح آه بأي حاجة أصراحة جميلة طب التقطيع بقى اكيد بتتقطع نعم عندنا حيونات فال لا البلاستيك ده من النوع البلاستيك التقير بيش بتقطع لا اللي هو ماشي يستحمل يعني معظم الناس يسألني أنت هو ده مشمع هو إزاي مشمع وبيشيل السفرة لأ ده مش مشمع الناس فاكرة أنه ده مشمع لأ ده بلاستيك تقيل تمام يعني ده مش مشمع مقاوم مقاوم لأي أيوان التقيل اللي هو الصمك تقيل شوية اللي هو بيشيل أي حاجة يشيل سفرة يشيل كراسي يشيل الحاجات دي كلها طب حضرتك دلوقت قلت لنا إن أنا بعمل الكفرات دي تمام كده طيب هل بقى اختلاف الأسعار في المقاسات؟ كل مقاس بيبقى ليه سعره يعني المقاس الكبير عمره ما هي سعر المقاس الصغير أكيد المشايق السفرة جر كل مقاس ليه سعره علشان بيبقى المتيريال طبعا بتزيد المتيريال بتزيد زاد إن الخمة في الكطعة والطول والعرض برضو بتزيد وكل كطعة ليها خمتها يعني وبتاخد برضو حاجات برضو بتاخد بلاستيك أكتر مثلا بتاخد قماش برضو أكتر بتاخد سلسات بتاخد من بس عايزة أقول لحضركة مستر أحمد إن مهما كان سعرها هاخدها لسبب رحتي أهم حاجة أكيد رحت ستات ومدارع بقى أنا من الناس إن أنا لما صراحة بأمانة لما لقيت الموضوع ده وعملت سرش عليه فقلت أبليه أنا مجربوش أنا عايزة أستريح يعني بصراحة وبأمانة والله يعني لقيت الإلحمة كويسة والمتاريال والشغل يعني زي ما بقولوا كده عالي الجودة يعني ده اختراع بجد ما لقيتوش خالص أي حد وكيد بياخد منه وقت طبعا جدا كوفر زي جاي أه متعب مسته لا لا إزاي بقى قولنا بقى بتعمل صعب برضو صعب يعني تصنيعه رخم برضو علشان أنا مثلا بعمل بلاستيك على قماش اللي اتنين مع بعض بيبقوا برضو إن أنا حاول آه أزبط مقاساتها وبتاع الصميعية ذات نفسهم بيتعبوا فيه برضو أنا عاوزة أصلك فكرة جات لك إزاي من أعرضها عليك أكيد في حد أعرضها عليك لا هي الفكرة لا هي دي فكرة آه مش حد أعرضها عليك لا هي الفكرة دي جات لي كده أنا فكرت فيها يعني لقيت بصراحة المدام بتتعب عندي فيه بيت جدا من غسل السجاد وأمي لقيتها برضو بتتعب جدا زائد إن هم شجعوني بصراحة هم شجعوني عشان أنا كمان أنا قلت لهم أنا ممكن أعملكوا مثلا هم لقيت مثلا المدام بتقول لي هاتلي مشمع ونحطها والكلام ده آه فعلا قلت لها لأ أو ليه طب ما بتيجي نعمل كذا 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 أنا بقى بحكلمها لقيتها شجعتني بصراحة وقلت لي مثلا آه فكرة حيلوة جميلة جميلة بقيت بعرضها على والدتي لقيت والدتي برضو بتشجعني وبتقول لي آه جميلة الكل استجاب للفكرة كله لدرجة إن أنا حتى قالوا لي طب أنا هقولك على حاجة أعملها وإحنا هناخدها منك يعني أنت شوفها تكلفها إيه وإحنا هناخدها منك نجربها نجربها منك هم بقى اللي شجعوني بجد آه يعني هم الناس أو الناس هنرفعوك بمعنى الصح وشجعوني آه بصراحة آه لأ ده أنا عايزة أقولك بقى المفاجأة إن أنت لما تدخلي على البجي بتاعه هتلاقي 100 رفيوهات شكري 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 أنا أول ما دخلت أقول إيه يعني يا جماعة إنتوا بتشكروا إيه ده حتة بلاستيك مفروشة ما تخيلتش المنظر اللي لما جالي وشوفته بالمنظر ده هو لو يفرده يبقى لأن برضو إحنا السادة مشاهدي مش شايفين كويس دي مشاية تمام أنا مش عارف طبعاً أفرد عشان بتبقى بقى أه حضرتك عارفة المشايات دي بقى برضو إيه طويلة شوية دي زي مشاية تمام مشاية بيبقى مثلاً عرضها متر أكيد آه بصي الخمار بصي الطق اللي هو مش قادر أصلاً بتفرج العقل يا أسفة آه بيبقى ناشف آه ناشف بصي مثلاً آه دي بتبقى الخمار دي من تحت أستاذي حضرتك معلوم ده أخلق أتفضل جميلة ألو ألو صباح الخير صباح الفل إزايك يا أستاذ أمان أهلاً وسهلاً أخبر حضرتك إيه كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبين أنا عجبني المنتج جداً شفت بقى الاختراع بتاع أستاذ أحمد هيريح كل ستات البيون عشان يريح بص حضرتك جفن أستاذ أمان مروح جداً جربتين يا أستاذ أمان آه طبعاً دي أنا عندي طفل صغير أنا عندي حفيد هاي فهو بقى اللي كان مبهدل للدنيا حكيت طبعاً بقى وكل حاجة على السجاد والسجاد بقى بالبقية فالحمد لله الحكاية دي تحلت فراشت كل الشقة ومعديش أي مشكلة طيب الحمد لله أستاذ أحمد يعني فكرة لا يا ربنا يكرمه يا رب ربنا يكرمه ده محترم الحاجة الحلوة يا أستاذ أمان في الموضوع ده أني سهل تنظفها أيوة فعلاً ده تتمسح بس يعني مش زي ما مست الجادة هخسلها وكده لا 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 وبعدين عنده قطة كمان فأحكاية بقى لا الحمد لله الحمد لله يا أستاذ يعني أنا ده أنا بدعي له بدعي له يوميه إن شاء الله يا حبيبتي أشكرك يا أستاذ أمان على المدخلة الجميلة دي يا بختك يا أستاذ أمان الناس كلها بتدعي لحضرتك على الاختراع ده وأنا كمان هدعي لحضرتك هو فعليا مرايح ناس كتير جداً ده ناس كتير جداً بتكلمني وبتشكرني فعلياً أيوة طبعاً السجاد ده عايز أقولك إن هو مشروع فاشل إن أنا أجيب سجادة وخطها ومن وقت للتاني أخذ وبتالي بقت الشتاء الحفظات؟ بتقعد 3-4 يام أبال ما تنشف في الشتاء بتخيلي بقى لكن الموضوع اللي أستاذ أحمد جايبهونا والكوفر ده طبعاً لا أقول عندهم أتصل لبقوا بعينهم فعلياً بينسى يعني اللي بيركب كوفر زي ده بينسى أنا يعني كذا عميل بيكلمني يطلب أول حاجة بيطلب مصلاً قطعهم نقولينا بروف يا جماعة أم علش هي فكرة جديدة إحنا مش عارفين إيه ده هنجرب بس نسبة خاف برضو آآ بيكلموني يقولوني إحنا مش عارفين أصلاً إيه ده يعني إيه كوفر ويعني إيه السجدة بتخش جواه ويعني إيه فكرة إحنا مش فاهمين الكلام ده بس الكوفر سجدة أول مرة أسمحك آآ يعني إيه 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 مشمع وبيخش في قلبه مش فاهمين آآ تيجي بقى الناس تطلب مثلاً أول حاجة قطعة إحنا عنا نعمل بروفا نجرب مثلاً في الكبدية يطلبوا مثلاً مني أول قطعة يعجبهم جداً جداً بقى نبص نلاقيهم بيكلمون تاني ناخد الشقة كلها كنت فين طيب؟ كنت فين قبل السنة دي؟ كنت شغال مع والدي وعادي وتجوزته بس الفكرة بقى دي جات لي من بعد تجوزت يعني بعد الجواز بقى ابتديت أطبقها أكيد شفت المدام ومعانكها في حناز المساعة ما كانش في دماغي البيوت خالص نهائي الفكرة نجحت الحمد لله أصبح لها برضو شعبيتها حاجة جديدة موجودة وفي نفس الوقت هتريحني ومنظر السجادة مش هيغير ده أهم حاجة والناس بقى دلوقتي حالا بيشتروا السجاد الفاتح معظمهم كانوا بيطي يوسع في الشقق السجاد الفاتح ده كانوا كتير جدا بيخاف يشتروا كتير جدا بيخاف يشتروا السجاد الفاتح نيجي نشتر السجاد الفاتح لا لا دي هبقوه هات الغمقه هتستحمل اوه فعليا ده اللي كان بيخاف بعد دي بقى الناس بقيت عادي اوه فعليا بيحافظ فعليا بيحافظ يعني خلاص اتركب في السجادة انسيها هي كده مستو ايوه ايوه وانا بقى عملت حاجة حلوة فيه كمان في ناس عندها سجاد غوامق اللي زي الشاج و اللي زي الغوامق و اللي زي الحاجات دي روحت انا عمل بقى حاجة حلوة خليت مثلا الوان معظم السجاد اللون البيش ده بيليق على السجاد الفاتح معظمه اكتب عشان كده انا روحت اعمل منه اللون ده وفيه بقى السجاد اللي هو الغوامق روحت مختار اللون البني علشان الاسود برضه ممكن يلم مثلا اتري بقى بيبن البهدلة فيه لا روحت مختار بقى اللون البني برضه بتاعه كالون للسجاد الغوامق كمان علشان مثلا لو ده استوستة بتاعته او الحاجات اللي هتبان في حروف السجاد لو هتبان بنفس يبقى ماشي برضه بنفس لون السجادة بمعنى نفس الشكل انا ما تديش اختلاف بمعنى اصلا ما يديش اختلاف انا ما يبقاش مثلا سجادة غلقة لا 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 باين جميل ملاحظة اصلا اعمال اقول ايه هاي دي سجادة ولا هاي دي اصلا ايه يعني تبنزفين الكفر مش باين هي الفكرة انه هو ما يبانش اصلا شكرا حضرية في كل محافظتي اصلا اعمال اعم اعمال مكرمة مدحلة الو سلام عليك ازاي حضراتك الحمد لله ازاي حضراتك الحمد لله حبيبتي معنا النهاردة طبعا اختراع وعايزك بقى تكلمين عنه ايو انا واخدة منهم ازاي حضرتك يا اصلا اعمال ازاي حضراتك عامل ايه تمام الحمد لله ايه ايه بقى تكلمينه انا حافظة اشكره جدا لان انا كان عندي بعض من ناس كتير سجلت السفرة كانت دايما بتتبهدل وبترسلها ووضيها تتغسل دلوقتي تمام يعني الحمد لله وكمان انا كنت خايفة جدا ان الكفر يتقطع او يلسد او يجري له اي حاجة هو حلو جدا والخامة بتاعتك خايفة جدا بمسك في البجاجة خايفة شكرا جدا ربنا يخليك يا فاندي متشكين جدا للمدخلة حضرتك شكرا جدا كنت بسألك قبل المدخلة تشتغل في كل محافظة واكيد المحافظة عن محافظة تفرق كان مصاريف الشحن كان توصيله انا انا اعمل حاجة جميلة انا اشغال مع شركة شحن جميلة دي اهم حاجة شركة الشحن او شركة جميلة فعليا حتى انا مخلي مصاريف الشحن مش عالية نهائي يعني لو في اي مكان لا نهائي اه مزبط الاسعار جدا معاهم وهما ناس فعليا برضو حلوة يعني بصراحة انا بشكرهم بيوصلوا للحاجة بسرعة اسعارهم في الشحن مش عالية لا مش غالية للدرجة مزيتهم ان هما بيستنوا العميل يعني في عملة عايزين يقولولي بعد اذنك احنا برضو مش فاهمين ده ايه؟ يقولولنا بعد اذنك عايزين نفتحها نشوفها نبص نقسها بصراحة الشركة دي بقى جميلة في كده ان هما مثلا بيقولولي لا احنا هنقف مع العميل لحد مثلا ما يفتح او بيستنوهم يعني مثلا يستنوا العملة لحد مثلا ما يفتحوا الوردر يقسوا اللي هما عايزين احنا كشعب مصري بنحب ناخد الحاجة بنحب العون وانا شارت انا شارت انا عندي على الصفحة البيجي مثلا لما انا ببيع اول يعني انا لو ما بيسألوني حتى سعر القطعة في كذا في كذا بكام انا بديهم السعر ومع السعر ده لازم لازم اكباري بنزم مثلا كلمة متاح المعاينة قبل الاستلام يعني مثلا ايه حضرك كلمة افتحها كفاية اه افتح الوردر اه وشوف كل حاجة شوف المتيريال شوف كل حاجة اللي يعجبك وجربها وحطها ولو ما عجبتكش ما تدفعش اي حاجة نهائي ولا شحن ولا اي حاجة انا بعمل كده انا عارف عشان انا فعاليا انا عارف ان او صراحة انا وصل والحد النهاردة محدش رجع الحمد لله الحمد لله بجد بقولك الريفيوهات كلها على الصفحة شكرا يا سيد احمد يا ربنا يباركلك انا ارتحت يعني بقولك كمية رفيوهات بتشكر في المنتج ده اللي نفط نظرنا اصلا المنتج نجيبه هنا علشان برضو ايه يكون بداية حضرتك من قناة الساحة و جمال ده شرف ليا طبعا الله يخلي عايزة برضو اعرف اللي بقى يدمم للعميل اللي هيوصله هو اللي بتعيلى على السوشيال مال اللي يوصوله اى تعرض الى السوشيال يفتح الارضر يشوف فعليا الخامة يعني انا بقولك يفتح الارضر ويشوف الماتيريل بنفسه يعني يشوف الخمات و يشوف كل حاجه بنفسه يشوف اللي تحته و يشوف الخامات القماشه bagna لو مشهي المطابقة ما ياخدهاش بس أنا فعليا ثقة أنا أحب الثقة دي جدا أنا عارف حاجتي فعليا 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 أنا والله فعليا أنا بكلف الحاجة لدرجة هي الحاجة دي بتاخد بصراحة مكلفة علي مكلفة وبصراحة أنا 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 الناس بتحب الحاجة بغالية مش مشكلة بس يكون تمانا طبعا تمانا تعيش معه تعيش أيوة يعني الحاجة اللي بتعيش فعليا معه لا إيه تعيش معه مش قولي أكيد ما بيختلفوش والناس بجد عادي يعني بيقولولي لا عادي لو أغلى مثلا حاجة بسيطة لا فعليا إيه يعني غالية بس برضو أنا هتريعها بس بالنسبة لأسعار حضرتك بأمانة مش غالية أنا لو لجنت الواحدة جبت كفر سجادة الكفرات اللي بتحطي على السجاد هتعد سعر حضرتك كتير وبنفس الوقت هتتغسل وهيفضل الفقع والحاجات اللي موجودة عليها مش هتبقى كويسة فطبعا لما أنا جيب حاجة بالسعر دوت وهتريحني وهتوفر علي مجهود ده مش نستقصر فيها أي حاجة فعليا عشان فعليا إحنا كمان بنبيعها بأسعار مش عالي على فكرة أسعار على فكرة طبيعية وأقل كمان من الطبيعي بكتير طبعا طبعا لأ صراحة أنا سميه مش تصنيع ولكن أنا تميح تروع برضو أنا معرفتش الأسعار بتختلف من محافظة عن محافظة ولا كبها؟ لا بتبقى ثابتة يعني أنا آه يعني معظم الأسعار الشحن من اللي في محافظات السواحل والكلام ده بتبقى ثابتة لإنما في الصعيد بقى اللي تحته خالص في أنا فيه بياخد من أصوام السعيد لازم تغلوا أنتو على الصعيد شركة الشحن والله مش أنا لا أصلي الصعيد بعيدة آه هي الفكرة هي مش قوي يعني خمس ساعات صفر 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 زائزين أنا يعني معظم أردارات الصعيد بها بتيبقاش كتير قوي هي بس عشان هي بس المشكلة بس هي بلدها صهاجة طبعا بحية أهل صهاجة طبعا بحية أهل صهاجة وهم طولك مش بعيدة أنا مبصة بالنسبة ليه مش بعيدة آه طبعا وأنتو بتغلوا كلهم متجاتل بتروح غالية غالية مش غالية لا طبعا هي الفكرة بس اللي بيغليها الشحن آه الشحن هو اللي بيغلي المحافظات بس اللي الصعيد أكي أنا ببيع أنا مالي ممكن بيغليه وقته مجموع يعني أنا ماليش دعوا بالمحافظة أنا لايه بالعميل العميل مثلا اللي عايز القطعة كذا بديهله بس عايزة بقى أعرف حديك قبل ما نختم الفكرة المشاكل اللي واجهتك في الشغل المشاكل هو السؤال ده جميل بسرعة المميزات أحسن لا هو عايزة تكلم في المشاكل أنا عايزة تكلم في المشاكل المشاكل اللي بتواجهنا في الشغل إن أنا معظم الناس بتديني المقاس اللي من تحت السجادة يعني كل سجادة بيبقى حضريكا لو عارفة بيبقى مثلا في هنا تيكت عليها المياس وعليها كلام ده ما دي مشكلة مش بالزبط هو دي بقى المعيون هي دي المشكلة معقولة مش بالزبط هي آه ما بتبقاش بقى نفس المقاس اللي هنا آه بيبقى فيه سجاد بشراشيب ناس بتبقى عايزة الشراشيب فيه سجاد بيبقى مكتوب هو الستندر بيكاتب مثلا عليه 162 في 22 162 في 235 بس مش هو بالزبط ما بيبقاش كده بيبقى المشكلة انه ممكن بدل 160 بيبقى مية سبعة وخمسين بالمتر بقى بالمتر معظم بقى الناس او معظم الستات مثلا بتديني المقاسات من تحت السجادة انما انا لو هيجيلي المقاس مثلا بالمتر بيبقى من الحرف ده للحرف ده بالعرض او بالطول بيبقى أحسن طبعا احسن وأفضل بنفس بالزبط وبيبقى فيه زيادة مثلا حاجة بسيطة علشان برضو ما تبقاش الحافظة مشدودة احسن دي بابدل اه طبعا بابدل الكوفر انا معنديش اي مشاكل في ان ابدل الكوفر اصلا انا تصنيها يعني انا مش عادي عادي بالزبط تبدل اه عادي جدا بابدل الارض خلاص خدت المنتج لا 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 انا معظم العمل اللي بيتعملوا معايا بيكلموني والله العظيم لو هم كمان غلط انا والله فعليا ببدلو ما اقولهم ولا يهموكو يا جماعة عادي لا ما هو فيه ناس تانية بتطلب المقاس اللي ممكن يرجعلي فانا ولا ضرر ولا ضرار اضرهم لي انا مش مطروم الحياة كده كده شغل هيا ايوان حضر لك فهمت قصدي بس احضرك من المصانع المحترمة جدا اللي بتحترم العميل وبجد لها مصداقية كبيرة اولا انا اتشرفت بحضرتك النهاردة والله يا سيد احمد وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفاقق فال الاختراع اللي انت عملته وكل ست كده تدعيلك تقولك ربنا يبارك لك طبعا فقرتنا انتهت ولكن انتظرونا فقرة جديدة في برنامج اصرار الحياة